هو انا هكسب كم من العقارات هستريدي فلوسي امتى لو استثمرت في العقارات هكسب والله هكسر ازاي يعرف هو انا بكسب من استثمار في العقارات ولا لا هو انا فعلا بكسب ولا بيتنسب علي كلها اسئلة محيرة جدا لكل واحد بيفكر او دخل بالفعل في مجال استثمار العقاري خصوصا اللي بيجرب حظه الاول مرة والحمد لله بقوا كتير جدا وده شيء مباشر جدا للاقتصاد المصري بدأت في الفيديوهين اللي فاتوا وفي اكتر من فيديو اشرح لك ازاي تختار العقار المناسب ليك عشان تحط تعبك وشاءك وتستثمر فلوسك بشكل صحيح والنهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض السلسلة ومعادنا النهاردة مع الحسابات اللي بتحسب بها استثماراتك ومدى نجاحها هنجوم مع بعض على اسئلة مهمة ومفيدة لكل واحد بيستثمر او بيفكر يستثمر فلوسه في العقارات وكمان لاخواتي وصحابي وزميلي اللي شغالين في المجال العقاري وعايزين يساعد عملائهم بشكل صحيح فيلا بقى لايك وسبسكرايب وورقتك وقلمك واركز معايا جدا في الحلقة دي الله يبارك لك السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع احمد لطفي في البداية انا اللي رجاء عندكم لو قلت اي معلومة مش مصبوطة فاريت الخبراء اللي بيتابعوني يصلحوا لي في التعليقات لانه جلا ملاياسه ولا يخطئ انا بحاول انقل العلم اللي تعلمته للناس فرجاء انسامحوني مقدما الفيديو ده هيكون ان شاء الله على ثلاث اجزاء نبدأ على بركة الله الجزء الاول في مصطلحات كتير ممكن تقيم استثمارك بناء عليها بس انا النهاردة ان شاء الله هتكلم معاكم عن خمس مصطلحات بس وهي على حسب اللي تعلمته هم المصطلحات الاهم في تقييم الاستثمار العقاري وخلي بالك انك ما ينفعش تستخدم بند واحد من دول او مصطلح واحد من دول في تقييم الاستثمار بتاعك وحزبة نجاحه لانه زي ما اتفقنا في اكتر من فيديو انك لازم تحدد من البداية ايه نوع استثمارك هل هو طويل الاجل ولا قصير الاجل ولا تعتمد على الداخل المستمر من تأجير العقارات ولا ايه بالزبط فلازم تجمع المصطلحات الخامسة دول مع بعض وتقيم على اساسهم في الفيديو الاولاني هنتكلم عن مصطلحين بس من الخامسة وهنبدأ باول مصطلح فيهم هو العائد على الاستثمار او return on investment ROI وهو باختصار نسبة العوايد الايجارية السنوية على اجمال الاستثمار بتاعك حده هيقول لي طيب هو دلوقتي بيحصل appreciation on asset كل سنة هقول لك ببساطة شديدة جدا الايجار اللي انا باخده كل سنة اما بأجر العقار بيداعي ده اسمه عائد حقيقي عائد بيحصل فعليا اقدر احسيبه النهاردة اما اجر العقار او اول ما اجرت العقار اقدر احسيبه انما اما ابيع انا لسه ابيع بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة بعد عشر سنين فبالتالي مش هبص قوي للappreciation on asset اللي بيحصل او ممكن كمان يحصل نطات كتير في سعر العقار اللي انا مشتريه فبالتالي مش هقدر احسب الappreciation on asset او نسبة العقد على الاستثمار من الappreciation on asset ارجع تاني لازاي نحسب العقد على الاستثمار من الاجارات هو بتحسب بالمعادلة دي العقد على الاستثمار بيساوي صافي الربح على تكاليف الاستثمار او على قيمة الاستثمار ككل طبعا كنسبة من قوية يعني لو اشتريت محل مثلا او مكتب او عيادة او واتفر باجمال سعر اتنين مليون جنيه وقدرت اقدرها شهريا بعشرين الف جنيه يعني حوالي في السنة متين واربعين الف جنيه دفعت انا منهم حوالي عشر تلاف جنيه ما بين درايب واتعاب والازي منه بقى صافي عندي متين وثلاثين الف جنيه احسب بقى العقد على الاستثمار متين وثلاثين الف جنيه على اتنين مليون جنيه نسبة مقوية هيديني حداشهر ونصف المية سنويا تمام كده؟ عرفنا القرق اي بتحسب ازاي؟ نخش على المصطلح التاني المصطلح التاني معانا هو العائد على المدفوع Return on Equity او ما يعرف اختصارا بROE هتقول لي هي الايكوتي دي مش نسبة اللي ما هو ساهمة بتاعتي خلينا اشرحها لك بطريقة تانية الROE باختصار هو العائد على فلوس اللي انا دفعتها بس او الفلوس اللي طلعت من جيبي بعد ما اجرت العقار وانا لسه بقصت فيه وبيتحسب بالمعادلة دي صوف الدخل على المدفوع بيديني النسبة مقوية برضو محتاج توضيح شوية نفس العقار اللي انا اشتريته باثنين مليون جنيه ده هل انا اشتريته بالاثنين مليون جنيه كاش ولا اشتريته بالتقسيد لو اشتريته بالتقسيد اكيد هستلمه خلال فترة التقسيد وهيبقى عندي فرصة ان انا اجره وانا لسه بدفع اللقصات فانا افترض ان اقدرت اجر العقار ده بعد ما دفعت حوالي 50% من ثمنه وبدأ يدخل للعائد اللي قلنا عليه اللي هو صافي 230 الف جنيه في السنة وانا دفع مليون جنيه بس لحد ما جاب لي للمتين وثلاثين الف جنيه بشوف انا طلعت اكمل جنيه بالزبط واحسب نسبة العائد ده عليهم فهيكون الارو اي او العائد على المدفوع في الحالة دي المتين وثلاثين الف جنيه على المليون جنيه اللي انا دفعتهم هيديني 23% سنويا وبكده نكون انتهينا من الجزء الاول في الختام لو استفدت من الفيديو وحابب نتعاون مع بعض عشان نختار صح هتلاقي رقمي بيظهر في الفيديو وكمان كل وصائل اللي اتصال بيه مكتوبة في صندوق الوصف تحت فيديو لو بتشوفني على يوتيوب وفي اول تعليق لو بتشوفني على فيسبوك ولو شايف ان انا بقدم لك محتوى قيم ويفيدك فعلا ياريت تدعمني بلايك وشير للفيديو في كل مكان ولو انت على اليوتيوب ومش مشترك في القناة تنزل حالا تشترك في القناة وتشغل جرس التنبيهات عشان تصلك فيديوهاتي اول ما تنزل اشكركم على حسن المتابعة كان معاكم احمد لطفي في امان الله